الحقيقة أنه كلنا السنين اللي فاتت شفنا شباب زي الورد أخد فرصة وتمكن في وظائف كانت محتاجة خضرات الشباب محتاجة العقول الجديدة العقول اللي فيها أفكار بر السندوق خلال عهد سيد رئيس عبدالفتاح السيسي تم تمكين قيادات شبابية أعتقد كل واحد فينا في محيطه شاف ده في كافة المناصب الحكومية والوظائف اللي يمكن كانت الشباب ما بتوصل لهاش وده الحقيقة ما جاش من فراغ سنين من هذا التمكين والتحضير للعقول الشابة دي علشان تمسك هذه الوظائف القيادية زي ما شفنا بقى عندنا الأول نواب محافظين شباب بعدين بقينا بنشوف محافظين ومحافظات شباب إعلاميين وقيادات إعلامية شابة في كل الحقيقة مناحي العمل السياسي والاجتماعي بقينا بنشوف الشباب حاضرين وبقوة وبثقة غير مسبوقة لأن الحقيقة هي مسألة أن هم يكونوا جاهزين لده يتم إعدادهم بطرق عدة وببرامج اشتغلت عليها الدولة لسنين طويلة علشان لما يتحملوا هذه المسئولية يكونوا أدها ويستمروا ونشوف قدرات الشباب المصري وهو بيتقلد الوظائف دي إزاي يقدر أنه يدي فيها بشكل مختلف إزاي يقدر أنه يعمر هذا المستقبل للحقيقة تحدياته مش سهلة أبدا وأنه يبقى عندك جيل واعي بكل هذه التحديات عارف احتياجات بلده وإزاي يقدر يستثمر المتاح علشان يقدر يلبي هذه الاحتياجات دي كانت نقطة مهمة وفريقة شفناها خلال السنين اللي فاتت وبالتأكيد دي هتكون حاجة مستمرة في الولاية الجديدة لأنه الشباب ياخد الفرص ليقدر بيها يثبت جدارته ونفسه ده بالتأكيد يعود على هذا المجتمع وهذه الدولة الشابة بكثير من النفع الحقيقة أنه الشباب هم البناء القوي لهذا المجتمع وهذه الدولة والبناء فيهم وإعدادهم إعداد لمجتمع قوي يقدر أنه يخطو في المستقبل بخطة ثابتة